موسيقى الكثير من الأماكن كثير من الأدوات كثير جدا من ما يجب توثيقه ينتمي للحضارات المصرية المتعاقد هنكلم بتفصيل أكتر عن هذا الموضوع وذلك من خلال لقاءنا مع الأستاذة أميرة صديق مدير مشروع توثيق التراث الطبيعي والحضاري بمكتبة الإسكندرية هل أنت بيك معنا فاند؟ حضرتك طيب وبقى الفخير من عبر حضرتك مشروع توثيق التراث الطبيعي والحضاري بعيدا بقى عن مكتبة الإسكندرية هنريد أن نوضحه بشكل أكبر يعني إيه توثيق تراث طبيعي وحضاري حضاري يمكن مفهومة إلى حد ما المرتبط بالحضارة المصرية والحضارات التي توليت على أرض مصر ولكن ما هو البعد الطبيعي في الموضوع وإحنا دايما بنقول التراث في جزء منه ربنا وهبهولنا يعني الأرض المصرية عندها تراث طبيعي أو ربنا مديهولنا عندنا 30 محمية طبيعية عندنا يعني حتى السياحة حاليا بقى جزء كبير منها مرتبط بتراث الطبيعي زي التراث الثقافي أو الحضاري بالزبط فتراث الطبيعي إحنا عندنا بيئات مختلفة من حيوانات وكمان فيها طبيعة مختلفة سحروية عندنا محميات زي الموجودة في السحرة الشرقية والغربية ودي حيتان يمكن من الحاجات المحدوطة على الوحات عندنا واحدة من مواقع التراث العالمي المصري اللي هم سبعة واحدة منهم تراث طبيعي التراث الطبيعي مفروض زي ما بيقوله فرع مهم جدا مصر كمان بتتتميز بي الموقعها يعني زي ما بيقوله احنا واخدين افضل موقع موجود في قلب العالم فبالتالي وربنا ادانا سروات طبيعية كتير من حيث الطبيعة اللي ممكن ان احنا نوثق فمصر هنا لو قلمنا حتى في القاهرة يمكن بما ان حضرتك ابتدت بالتوسيق والتراث الطبيعي يمكن من الحاجات التي توسقت مثلا زي جنينة الحيوانات مثلا عندنا واحدة من اقدم حضائق الحيوانات اللي كانت موجودة في العالم الموقع بتاعها ده بيكون بعيدة بقى على امكانياتها كحديقة نفسها يعني امكانياتها كحديقة وامكانيات الاشجار اللي موجود فيها اللي احنا عندنا قدامها كمان حديقة الارمان توسقت حديقة الارمان وتلع فيها كتاب يعني واحد من اقوى الكتب يمكن اللي طلعت من سنتين كتالوج كامل لحديقة الارمان لان هي انواع من الاشجار والنخيل الملكي اللي يمكن مش موجود في حتة تانية بالاضافة ان كان فيها معشبية المعشبية دي اللي بيكون فيها الرسومات بتاعت الخاصة بالانواع مختلفة من النباتات والبزور بتاعتها اسمها معشبية معشبية ودي يمكن نتيجة التوسيق اللي اتعمل في فترة من الفترات كان دي جزء من اللسان في عملية التجديد بتاعها دكتور ارمان بعد الاعتصامات اللي كانت موجودة فيها فبالتالي التوسيق فاد جدا في اعادة الحديثة يعني برضو ده بيجاو على سؤال الهدف من التوسيق ايه الهدف من التوسيق حاجات كتير الهدف من التوسيق ان احنا لازم يعني زي المثال اللي انا لسه ضربه لما بيكون فيه خطر معين او مخاطر وجهة هذا التراث فانا عشان اعيد تجديد واعيد عملية علاجه مرة تانية وان هو يفضل موجود لازم يكون موسق لو مش موسق بيبقى فقط للأبد يعني يمكن احنا عندنا حدثة شهيرة قريبة زي المتحف بتاع البرازيل بنتكلم على ان الناس وسقط المتحف كله بشكل رقمي واتخلت عن التوسيق التقليدي فلما اتحرق المتحف ما بقاش فيه اي حاجة يقدر يرجع لها موتوسق رقم ما اتحرق معي يعني كل يعني توسيق رقم يتحرق مع فما بقاش عندي بكى يعني مفيش عندي حاجة ارجع لها تاني علشان اقدر خاصة اللي كانت لي علاقة مثلا بالتوسيقات اللي محتوطة على استوانات للغات الاديمة اللي كانت موجودة لقاباء القديمة موجودة هناك لغات كاملة دلوقتي ما يعتبرش عندنا أي إذن شبل التوثيق الحديثة بتبقى متعددة يعني السليم متعددة يمكن أنا قلت ده بالذات لي علشان التوثيق بشكل رقمنا شيء مهم جدا لكن ده مش معناه نحن نتخلى عن التوثيقات التقليدية لازم يبقى دايما في أو لو احنا بنعمل رقمنا يبقى لازم بنعمل لها حماية بشكل جيد علشان يبقى دايما عندنا زي ما بنقول بنك من المعلومات اللي موجودة موجودة بأكثر من وعاء نقدر نرجع له فالرقمنا شيء هايل جدا ولازم ان احنا نحافظ عليه لكن كمان لازم نبقى حاطين الأبعاد ان احنا بنقدر نحافظ عليه في أكثر من وعاء فبالتالي نقدر نرجع له طب نكلمي بقى عن المشروع ازاي يبقى مشروع توثيق تراث طبيعي الحضاري وكان مكتبت الإسكندرية وهل هو مرتبط بمكتب الإسكندرية فقط ومنتشر في كل الجمهورية ولا في منطقة محيطة يعني هو الحقيقة هو اسمه مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتب الإسكندرية وهو موجود مكانه مبنى من ضمن المباني اللي موجودة في القرية الزكية الدور الأساسي بتاعه ان احنا بنوثق ومش بس توثيق يعني هو جزء البداية بتاعته ان احنا بنوثق التراث الحضاري زي ما اتكلمنا كده عندنا خط زمن طويل من اول مقابل التاريخ مرورا بالأسور المصرية القديمة واليونانية وبعدين الروم والبيزانطية والإبطي والإسلامي والعصر الحديث والمعاصر بالإضافة كمان للتراث الغير المادي يعني التراث مش كله بس حاجات مادية في جزء تاني غير مادي بالفولكلور بتاعنا اللي موجود برضو في مطاطق مختلفة كل ده والتراث الطبيعي كل ده بيتم توثيقه باستخدام بها تكنولوجيا حديثة يعني ممكن حدك لما تيجي تزورنا ان شاء الله في عندنا حاجة اسمها الكالتراما أو بانوراما التراث دي بنعرض عليها الخط الزمني للتراث المصري يعني بشكل من القديم الحديث لغاية النهاردة بشكل كمان فيه تفاعلي بحيث ان يبقى فيه كذا مستوى للمعلومات بنقدر نتفاعل على حسب المتلقي لما أنا بكون بكلم أطفال صغيرين غير ما بكون بكلم ناش غير ناس متخصصة غير أجانب يعني بنقدر ان احنا نعمل كاننا بنعرض لانا اسلام حديث تكلمي فيديو لهذا المشروع بالإضافة بعد دي كانت بداية المركز كانت بادية ببداية ان احنا بنعمل الكالترام طلع بقى حاجات تانية جديدة زي حوائط المعرفة ودي بتبقى حائط عليه مثلا لو احنا بنتكلم على المهن والصناعات في مصر القديمة عندنا منظر مشهور جدا من مقبرة ريخ ميرع في البر الغربي في كل الحرف والصناعات بتاعة مصر القديمة متوسقة هو قريدي موسقة فبنبتدي ان احنا من خلال تطبيق على الموبايل نقدر نمشي على الحق الصورة اللي هي تبقي الأصل ونلاقيها كلها بتتفاعل وبتعمل لها حركة ونقدر ان احنا نوصلها برضو بأسليم مختلفة لأكتر من متلقي على حسب المتلقي ده يقدر يفهمها ازاي فيه برضو عندنا حاجات تانية زي الخرائط التفاعلية اللي هي ممكن ان احنا نشوف عليها المتاحف مثلا الموجودة في جمهورية مصر العربية ونقدر نعمل زيارات للمتاحف دي بشكل تخيولي تخيولي يعني واحنا قاعدين بالموبايل بتاعنا ممكن ان انا كمان فيه الهولوجريم اللي هو مقادر ان انا وده يمكن استخدمناه لما كانت القناع بتاعة توتا عن خامون بيعمله عمليات الترميم في المتاحف المصري فحاطينا هولوجرام صورة بتلف قدام الناس تبقى كناها دخلة وشايفها القناع وكأنه هو اللي موجود لكن هو الحقيقة هو صورة مجسمة سلسية الابعاد بتلف يقدر الناس تشوف القناع لكن هو مش القناع الحقيقي فهي فكرة ان مع العصر الحديث ومع الاجيال الجديدة هو عايز معلومة قسيرة لكن تكون متخصصة في نفس الوقت مش سطحية ما بيقرس كتير وبيعتمد بشكل كبير على الرؤية فانا لازم اقدر ان انا اعمل ادارة للمحتوى بتاعي ان انا اوصله له بالطريقة دي يعني ممكن اوصل حاجة ليه علاقة مثلا بالقديمة زي ما كنا عاملين ورشة قريب ان الولاد بيعملوا المكات كامل بتاع المدينة المصرية على مدار الصيف كله فبالتالي هو بيعرف هو البيت المصري كان عامل ازاي الورش بتاع المصري عامل ازاي المعابد المصري عامل ازاي الناس كانت بتلبس ايه ممكن يتعرف منها ازاي ان احنا كنا عندنا يعني نوع من معرفة بالبيئة بشكل جيد جدا يمكن بشكل افضل من اللي احنا فيه دلوقتي العمارة بتاعتنا كانت عمارة صديقة جدا للبيئة بنستخدم البيئة كل المواد المستخدمة في البناء ملأمة جدا اللبس بتاعنا كان كله من الكتين فبالتالي والزراعة بتاعتنا كانت ماشى مع اللي احنا مع الحياة بتاعتنا ومع طبقاتنا فبالتالي هو ممكن ادي له معلومات كتيرة جدا مش في التراث كتاريخ واثار بس لكن في علوم كتيرة من خلال ان احنا مجرد ان هو طب ده ايه بيختلف عن المتحف طبعنا ممكن ممتحف مثلا اي متحف اعرض نفس الموضوع بيكون فيه نفس يعني انا زورت يعني متاعي ببرا مصر ده بيبقى مقترن او فيه قاعات مقترنة بهذا الموضوع الحقيقة ده دور احنا بنعمله للمتحف يعني المركز توسيك التراث الحضاري والطبيعي شارك مثلا في العرض المتحفي بتاع المتحف القومي للحضارة في كل التابلت اللي موجودة داخل الفتارين اللي موجودة فيه لان احنا فكرنا ان بدل ما يبقى فيه بطاقات تعريفية خاصة بكل قطع لوحدها ان احنا مع المتحف طبعا مع لجنة السيناريو العلمية بتاعت المتحف يتعمل سيناريو الفيلم ويتحط على تابلت يعني انتوا اللي بتزودوا المتحف بالمعلومات وبالمتارية اللي هم بيحتاجونها مع بتعاون مع وزارة طبعا الاسطاحة والاثار ومع اللجنة العلمية بتاعت المتاحف احنا بنعمل جزء اللي ليه علاقة بقدارة المحتوى وازاي ان احنا نقدر ندخله في شكل تقني جديد يكون متلائم مع المتلقي فده اتعمل مثلا في المتحومي للحضارة المصرية لو حضرتك روحت اصر البران اتعمل فيه الكالترامة اللي بتعارد تاريخ مصر الجديدة كلها جوه الاصر ده كان وسيلة من العرض يمكن فيه في المتحف الجديد بتاع العواصم اللي موجود في العاصمة الجديدة العواصم المصرية بنتكلم على 22 عاصمة ده منذ يعني نشأة مصر بالضبط كده فهي الفكرة ان ازاي بقى فيه التراث ده بيتجمع والناس تشوف تلات يعني زي ما نقول تلات مستويات المكان والزمن والانسان عمل ايه مع بعض طب سوزا اميرا يعني المحتوى هل هو المستهدف به الزائر المواطن العادي اللي هو جاي بيتعرف على تاريخه واثاره حتى الاماكن الطبيعية اللي موجودة في مصر ولا الباحثين لان ده هيبقى محتاج المعلومة بشكل وده محتاج المعلومة بشكل مختلف الهاي احنا بنعمل لتنين يعني هو احنا المستهدف الأساسي في القطاع بتاع التواصل الثقافي ان احنا نوصل ده الفكرة ان انا ازاي اقدم المعلومة جيدة للمتخصص لكن هي سهلة جدا للمتلقي العام في نفس الوقت اللي احنا بنسميها بس هي هي نفس المعلومة ولا ممكن نروح دايس على زرار بيقول ان انا باحث فتزهر له حاجة تانية دي بقى ممكن يروح بقى لو احنا ده عاملينه في المواقع الالكترونية اللي بتطلع الباحث لو هو زي ما بنقول فيه بحث وفيه بحث متقدم لو هو واحد عايز معلومات عادية يخص في مجال البحث العادي على المواقع الالكترونية هو متخصص جدا هيخص في البحث المتقدم يعني يمكن فيه مواقع الالكترونية يعني ان شاء الله تطلع خلال هذا العام مثلا ليه علاقة بالخريطة الاسرية اللي فيها كل المواقع التراثية بتاعت مصر ممكن الناس من خلال يعني واحد عايز يعرف واحنا عندنا كم موقع تراثي ببساطة في البداية خالص هيبقى يوصل انه هو 1334 موقع عنده المعلومة بسيطة جدا لكن واحد متخصص عايز يعرف هو امنحوتب الثالث بنا كام مثلا معابد جنازية ومعابد وادي في المناطق كلها بتاعت مصر مثلا في السعيد الاول لوحدة هيقدر يوصل لده عايز يعرف ده في السعيد والمناطق الحدودية حيعرف ده عايز يعرف في مصر كلها حيعرف ده فده للمتخصص المتخصص يمكن هيبقى عارف هو بيدور على حاجات يعني مفصلة انما ممكن المعلومة العادية على فكرة ساعة المعلومة العادية اصعب في ان احنا نوصل لها عشان انت بتحاول توصلي لل بالزبط كده فهي ما يتميز به المركز هو عملية زي ما بنقول كده فك رموز الحضارة زي فك رموز اللغة المصرية القديمة وزي ان انا فك الرموز بتاعت الحضارة وتبقى حاجة بسيطة للطفل حتى الصغير ان هو يقدر يفهم طب الاسلوب بقى اسلوب العرض يعني انت عارف المواطن العادي اللي عايزة تفرج عايزة الجانب تشويقي شوية زي تجذبي يبقى فيه عملية تجازب ان هو يحاول يستقبل بعينه وبعقله ده متبع يعني هاي دي كانت الفكرة الرئيسية اللي امت عليها المركز لما ابتدينا بالكالتراما او باللي هو بانوراما التراث هي ايما بالاساس على ان انا ازاي ابهره بالصورة وبتدي ادخل لي المعلومة كلها عن طريق الصورة يعني هو يعني زي ما بيقوله العين يعني بتسوف والودن بتسمع فهو كل العروض كلها عروض تفاعلية يعني فيه حد بيعرضها له وهو بيتفاعل وممكن تبقى غير تفاعلية بس لما انا كون معايا اطفال وبعرض لهم مثلا ودي واحدة من البانورامات الجديدة مثلا رحلة بونت اللي هي الرحلة لات بونت لات بونت فانا عايزة اعرض له ده ووري له قد ان العلاقات المصرية الافريقية ومصر دولة افريقية ووري له قد اين دي حاجة مستمع مش بس من ايام حد شبسون لا ده هي من يعني من من اول الدولة القديمة وفضلت لغاية الفتح العربي وزيادة نفس الرحلة دي بتتعمل قاله ازاي وعرض له في الاخر ان احنا كمان كنا متقدمين في الابحار في البحر الاحمر يعني ممكن ما كناش استياد البحر المتوسط لكن احنا بالاساس كنا يعني ناس من البحارة وعندنا من العلوم البحرية القوية جدا في الابحار في البحر الاحمر لان طبيعته مختلفة ويقدي ان انا كان عندي مواني على البحر الاحمر مواني قوية جدا يعني مش شرط ان احنا دايما نقضي الاسكندرية لما عشان مع الاسكندر وبعد كده لما انشأها وبعدين كمينة لا احنا عندنا كان مواني تانية موجودة زي مرسى جواسيس وكل ده فبالتالي هو انا بديله دي كقصة وبيشوفها بتتحرك قدامه يعني انا بفنط الرسومات اللي موجودة عندي انا بوسط من المصري القديم يعني انا ما بحطش حاجة اغير بيها اللي المصري القديم عمله لكن انا بخليها هي اللي تتكلم تتكلم كرسم وتتكلم كنص هو مش بنقرابي الهيروغليفي فعلا لكن احنا بنتجوله بقى باللغة العربية بطريقة جدا من القرية اللي مكتوبة على الحيطة الوقت تبسيط الغير مخلي الغير مخلي بالزبط كده فهو شايف الرحلة ان الناس تلعت منين وصلت يعني تلعت من مينة جواسيس مشت ازاي في البحر الاحمر اخدت قد ايه وقت جرافيك ها كل ده جرافيك جرافيك ومعتمد الجرافيك بيتامله كمان انيميشن ومعتمد على الصورة الرئيسية يعني انا ما بخلي انا ما بلعبش في المصري رسمه لان المصري مثلا لسم في المنظر ده 47 نوع سمك هم با كلهم 47 لما اشتغل عليه يعني الفريق بتاع تراث الطبيعي هم اللي في البحر الاحمر اه هم اللي في البحر الاحمر ومش بس كده المصري كمان حدد من طريقة الشكل السمكة هي السمكة دي من اني نوع واخد اني الوان لان في اسمك من نوع واحد لكن ممكن الالوان تختلفة فهو قد ايه وكان دقيق وبيبين لي كمان ان فيه هنا ملتقى للانهار بتصب في البحر الاحمر لان فيها فيها انواع من الترسة مثلا اللي هي السلاحف المائية دي بتعيش ما بين البحر المية العزبة والمية الملح فلما هو بيشوف كل ده يعني مثلا احنا بنعرض لان دي فلم بتتارد اما بتتارد للاطفال بتبقى لازم بتسمع كلمة واو اول ما بيشوفه السمك بيتحرك والمية قلبة ازرق ودي قلبة ملونة بالنسباله ما بيبقاش متخين ان كل ما حصل هو الموضوع ده على الفكرة عايز حوار اكبر ونكون بنعرض كمان افلام اكتر وحاجات يعني يتوضح هذا الموضوع يا دعوة لكل المصريين طبعا ان هم يتابعوا هذا المركز ويعتواجدوا شكرا جدا لهذا اللي قال وستاذ اميرة صديق مدير مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري مكتاب الاسكندية النورتي النهاردة نورتي كل سمع حضرتك طيب شاهدين في كل مكان ساعدنا بوجودنا معكم النهاردة فعلى وعد دا بلقاءة اخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنسبال ترجمة نانسي قنقر